السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين الكرام مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من حصتكم الأسبوعية مع الجالية ونحيي كل الجالية الوطنية في الخارج إذن عدد اليوم يأتي في سياق خاص جدا في هذا الأسبوع فاز المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم بكأس العرب بحيث نهنئه ونهنئ الكرة الجزائرية وكذلك حتى الكرة العربية التي قدمت مستويات عليا إذن في هذا الإطار يمكن أن نفكر جيدا ونستخلص موضوعا اللي هو مموذج اللاعب المحترف كيف يمكن الاستفادة من هذه التجربة أو استنساخها وتعميمها على قطاعات أخرى كيف يمكن للكفاءات الجزائرية في الدول الأجنبية أن تفيد شتى القطاعات الجزائرية على غرار اللاعب المحترف الذي أفدى كرة القدم وفي سياق آخر وبالأخص في فرنسا نرى بأن مسألة الأرشيف عادت بقوة وبالأخص أن هناك جزءا من الأرشيف الوطني الجزائري سيتم رفع الحجب عنه قبل 15 سنة من المهلاء القانونية إذن كل هذه المواضيع تأتي في سياق متحرك جدا من ناحية الرياضية من ناحية السياسية الثقافية إلى غير ذلك من أجل معالجة هذه المواضيع أسعد بالترحيب بضيفي الكريمين عن يميني الأستاذ جعفر عبد الرحمن الكناني محلل سياسي والصحفي مرحبا أستاذ أهلا وسهلا بك وكذلك أشكر الأستاذ حاكيم بغرارة على قبول دعوة محلل سياسي وأكاديمي مرحبا أستاذ أهلا أهلا بالمشاهدين وبالضيف الكريم شكرا أبدأ مع الأستاذ حاكيم بغرارة عدنا مثلا منتخب وطني لكرة القدم قدم نجاحات كبيرة سواء منتخب الألف أو منتخب المحلي الذي شارك مؤخرا في كأس العرب أولا ما تعليقك على نجاح التجربة الرياضية للمنتخب الوطني في كرة القدم وأعتقد أن نجاح منتخب الوطني يعود إلى عدة عوامل أهمها يعني جلب كفاءات بعيدة عن التملق بعيدة عن المحسوبية وبعيدة عن الجهوية تؤمن فقط بما درست وبما عايير نجاح بغض النظر عن الانتماءات وهنا كون الحصة تعنى بالجالية فالمنتخب الوطني هو مكون من لاعبين يعني يولدوا في الخارج وتكونوا في الخارج وهذا لم يمنحهم من خدمة الوطن وأذكر هنا أن هذا ما يحدث مع المنتخب أو مع المنتخبات الوطنية حاليا يعود إلى نوات المنتخب الوطني التي نشأت في وقت التورة في 1958 من لاعبين جلهم كانوا يلعبون في البطولة الفرنسية تحت وطعة الاستعمار وبعد مؤتمر الصمام ودعوة قادة التورة إلى ضرورة توظيف هؤلاء اللاعبين وكورة القادم في خدمة التورة من خلال دعاية لها بعد تكوين يعني الاتحاد الوطني العمال الجزائريين واتحاد الطلبة والكثير من الجمعيات وبالتالي كانت الفكرة من مجلس قيادة التورة وتم تكليف الشهيد رحمه الله محمد البوم الزراج من الاتصال باللاعبين الجزائريين الذين ينشطون في فرنسا على أن لا يكره أحدا على الانضمام بالمنتخب الوطني وكانت هناك خطة محكمة لجمع هؤلاء اللاعبين واستغلال ظروف تاريخية أن هذا كانت فرنسا منشغلة بالتحضير لكأس العالم وكان لعبين جزائريين يعني إذن قضية الاعتماد على اللاعب المحترف في مجاورة القادم قديمة وليست حديثة أو تجربة جديدة وإنما عندها جذور في التاريخ أكيد هو استغلال المورد البشري الكفء مهما كانت وضعيته ومهما كانت الجغرافية التي يعيش فيها فقط ضرورة يعني ضمان ولائه وإيمانه ببلده وقضايا بلده ولا يهم أين يستقر ذلك المورد البشري وهو ما حدث مع منتخب جبهة التحرير الذي تكون في أفريل 1958 بخطة من بومزراج الذي اتصل بهم ودفعهم بالهجرة نحو إيطاليا ومن إيطاليا التحقوا بتونس وتم القبض على سيد معوش والكثير من اللاعبين واستغلوا كانت تخطيطه محكما حيث كانت فرنسا تحضر لكأس العالم 1958 بالسويد وكان لها يعني لقاء ودي وجه الأنظار نحوها وبالتالي تم تسهيل طريق للعبين الجزائريين للهروب من فرنسا وتم تجهيزهم وإعداد خطة محكمة للتعامل مع شرطة الحدود حيث كان هؤلاء اللاعبين حتى قبل التفكير في إنشاء منتخب وطني كانوا يدفعون 15% من أجورهم لفيدرالية جبهة تحرير في فرنسا كدعم مادي للثورة وبرز هؤلاء اللاعبين رواي كرمالي رحمهم الله مع مختلف النوادي الفرنسية وبلغ عدد المحترفين جزائريين حتى أسطورة سانتيتيان للمهاجم والله رح لي اسمه مخلوفي 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 نعم كان رواي وزيتوني وبالطيفور كان الكثير من اللاعبين الممتازين وبالتالي عندما التحقوا بتونس واستقبلهم حتى الرئيس تونسي بورقيبة رحمه الله وقدموا دعم دعاء كبير للثورة الجزائرية من خلال المقابلات التي جمعتهم بمختلف منتخبات العالم وكان فريقا ممتازا ويدكر أن اللاعبين المحترفين الجزائريين في 1958 كانت دروتهم كان 37 لاعب جزائري ينشط في مختلف النوادي الفرنسية وكانوا على أعلى مستوى وقدموا مستويات عليا حتى أنه كما قلت مخلوفي وزيتوني كانوا ضمن المنتخب الفرنسي الذي كان سيلعب كأس العالم في سويد في 1980 أستاذ الكناني أنت سمعت معنا الآن النظرة التاريخية التي قدمها أو تفضل بها الأستاذ حكيم بولارا ما تعليقك على الأمر؟ يعني الآن ظهر الأمر بأن الاعتماد على المورد البشري في الخارج ليس تجربة حديثة وإنما يعود إلى الثورة في حد ذاتها ما تعليقك على الأمر؟ هو حقيقة كان في كتاب أنجز في ذكرى الخمسين لإستقلال الجزائر في سنة 2012 آه بالضبط يعني كان كتاب اسمه الجزائر في الذاكرة العراقية وهذا الكتاب أنا ساهمت في تعليفه وصدر باسم العراق يعني من خلال استكشفت أشياء كثيرة الدولة الجزائرية كانت قائمة من قبل الاستقلال يعني من قبل عام 1962 يعني الدولة الجزائرية كانت قائمة ومؤسساتها كذلك منتشرة في مختلف أنحاء العالم آه المؤسسة الدولوماسية كانت قائمة موجودة كان هناك تمثيل لجبهة يعني تنفيل لجبهة التحرير الجزائرية في مختلف أنحاء العالم وبنفس الوقت كانت هناك المؤسسة الأمنية والمؤسسة التقافية والمؤسسة الإعلامية كانت قائمة أصلا لكنها كانت تعمل خارج الحدود الجزائرية حتى الخطاب الديني الجزائري كان قائم وموجود لكن كان هذا الخطاب يطلق من خارج الحدود الجزائرية وهنا نقول أن مثلا عيسى مسعودي يعني الرحل عيسى مسعودي لم ينطلق صوته لم ينطلق من الجزائر وانطلق من خلال إذاعات حربية وكان يشاركه دائما شعر ثورة محيدين زكريا لذا كان أصواتهم مفدي زكريا مفدي زكريا أصواتهم كانت مسموعة في بغداد في دمشق في القاهرة في بيروت إذن نحن الآن أمام الرياضة بصفة عما وكرة القدم صفة خاصة وكأنها قد فعلت ما يسمى بالدبلوماسية الرياضية للجزائر بالضبط لأنه هنا أنا قراءة تاريخ يعني فريق جبهة التحرير يعني فريق جبهة التحرير قراءة تاريخها وقراءة كذلك المباراة اللي كان يقيمها خاصة في الدول العربية كانت تتحول إلى مظاهرات دائمة لثورة التحرير الجزائرية إلى درجة أنه الملاعب من النادر أن تعبأ يعني مدارج الملاعب من النادر أن تعبأ لكن من كان يأتي الفريق الجزائري المدارج تعبأ ولا تكفي لذا أن تكون هناك تظاهر خارج الملحب يعني جمهور كبير جدا حشود جماهيرية كبيرة جدا خارج الملحب وحقيقة الفريق كان لا يؤدي فقط يعني لا يؤدي فقط يعني دبلوماسية الثورة يعني إيصال فكر الثورة وإيصال نشاطات الثورة وفعالياتها في مقاومة الاستعمار الفرنسي داخل الجزائر بل كان فعلا يعني فريقا رياضيا بحق يعني فريقا يمتلك كامل الإمكانيات وكامل القدرات لمجابهة فرقا فرقا محترفة وكان فعلا كان فريقا يعني يخرج بانتصار ليس انتصار مجامل بل كان يخرج بانتصار حقيقي انطلاقا من قدراته بمعنى أن الجزائر بدأت تعتني بالمورد البشري قبل قيام الدولة واستقلالها كانت هناك إذن استراتيجية بل كانت هناك استراتيجية لذا أنه نلاحظ أنه معظم مدارس العالم يعني مثلا انا التقيت بشخصيات جزائرية بمجاهدين جزائريين يعني في السنوات الأولى لثورة الجزائرية يحكي مثلا أنه الجزائر كانت تعد تقوى يعني قبل هذه في الخمسينات يعني مع انطلاق الثورة الجزائر كانت تقوم باعداد طيارين الجزائريين طيارين عسكريين طيارين يعني الحربيين وطيارين المدنيين كذلك كانت تعد حتى ضباط مفكري أجهزة جهاز المخابرات بنفس الوقت كانت هناك تعدل الإعلاميين وتعدل وتعدل العلماء وتعدل المفكرين استذكرني الأستاذ حتى الفرقة السينمائية لجبهة حرير الوطني محمد نخضر حمينة وشندرلي وبمساعدة الأحرار الفرنسيين فوتي يعني هم الذين أخذوا عاتق سينما بعد الاستقلال ووصلت الجزائر إلى تتويج بمهرج أن كان بسعف الذهب عن طريق المخرج نخضر حمينة كان عدوا في الفرقة السينمائية لحزب بفلم وقائع سنين الجمر وأعود كذلك بأن ما حدث للمنتخب الوطني وعدران استاذ قطعت الكلمة هو أنهم بعد هروبهم واستجابتهم لنداء الطورة الكثير من الأحرار الفرنسيين بما فيهم جيس فونتان وكوبا الفرنسيين لقي الجزائريين حركة تضامن واسعة داخل اليسار الفرنسي وقالوا بأن هؤلاء اللاعبين رغم أنهم كانوا يعيشون الجنة في فرنسا كانوا لاعبين محترفين ويتقاضون أجور كبيرة ومنهم من كان متزوجا بفرنسيات وكان مستواهم راقي وبالتالي فتفريطهم في كل تلك النعم والاستجابتهم لنداء الوطن شكل ثورة كبيرة في فرنسا وحتى وسائل الإعلام الفرنسية بقدر ما احتجتها أستاذ عندي سؤال في سياق آخر لكل حال ولكن دائما في الموضوع نفسه كان هناك تجاذب بين إشكالية اللاعب المحترف واللاعب المحترف واللاعب المحلي هل إزالة هذه الجدلية عن الطريق كان له دور إيجابي في تطور المنتخب الوطني كرة القدم لا أنا هذا الطرح كنت أعتبره طرحا عنصريا لأننا في زمن الكفاءة وقبل الحكم على لاعبين بجنسية جزائرية والفصل بينهم بين المحلي والأجنبي أنا أعتبره هذا وصمة عار لكل الذين طرحوا هذا الملف وبالمقابل علينا أن ننظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحتى فرنسا وإسبانيا وكل دول حتى الدول الخليجية تمنح الجزائريين أعلى المناصب في الكثير من الهيئات الحساسة إذن إزالة هذه الجدلية كان له دور إيجابي حقيقة فللعبرة بالمردودية والكفاءة فعند مرض شخص دائما يذهب إلى أكفاء الأطباء دون البحث عن جنسيتهم أو ديانتهم أو لون بشرتهم وبالتالي من التورى إلى وقتنا الحاضر الكثير من اللاعبين الجزائريين هم قدوة للنجاح وللتحمل خاصة إذا أردت أن تعرف قيمة اللاعب المحترف الجزائري علينا أن نذهب إلى مصر ونرى كبار الرقاد والمحللين الرياضيين المصريين كيف يحللون ظاهرة هذا اللاعب الجزائري ويعيبون على الشباب المصري بأنه لا يتحمل الهجرة ولا يضحي من أجل مصر وحتى بعض اللاعبين المصريين الذين هاجروا إلى أوروبا في أول فرصة يعودون إلى الدور المصري وهو ما جعل المصريين يشيدون كثيرا بقيمة المورد البشري وهنا أطلع سؤال ما هو السبب أو الأسباب الفعلية أو الموضوعية وراء نجاح اللاعب الجزائري حينما يحترف في الخارج هو اللاعب الجزائري معروف بطموحه الكبير جدا وبالتحدي ثانيا وبالظروف الصعبة التي ينشأ فيها اللاعب الجزائري نظر على اللاعب محرز مثلا الذي يأخذ مثلا 200 ألف جنيه استرليني في الأسبوع أي ما يعادل حوالي 3 ملايير بالدنار الجزائري لكن عندما ننظر إلى ما صار هذا اللاعب الذي فقد والده وهو صغير وكانت أمه تعمل عاملة نظافة عند الأسر في أوسط فرنسية ونشأ في أحياء صعبة جدا في فرنسا ورفع التحدي إلى أن وصل به الأمر للإمضاء في نادي لوهافر وبعدها جاءه عرض من نادي مارسيليا وعندما ذهب لإجراء التجارب احتقره رئيس نادي مارسيليا وقال كيف لهذا اللاعب الضعيف البنيا أن يلعب في نادي مارسيليا التاريخي العارق في فرنسا وبعدها بقدرة قادر ذهب محرز إلى ليستر سيتي نادي الإنجليزي في بريمير ليغ وصعد معه وأصبح مالك البريمير ليغ وتوجه حتى أحسن لاعب في البطولة الإنجليزية وبات رمزا وقدوة للتحدي حتى مسقط رأسي صارسيل في فرنسا يتم تكريمه ويقدم كنموذج لأبناء الضاحية في مدينة سارسيل الفرنسية وبالتالي فاللعبين الجزائريين هناك بعض النماذج مثلا نادي ميلو أسي عرف تكوين لعب الجزائري سامير باللوفا الذي لعب للمنتخب الوطني في سنة 2004 وهم ذهبوا وهم صغار مثلا عن طريحية تكون في نادي إنتر ميلانو الإيطالي في الأصلاف الصغرى حتى وصل إلى سنف الأكابر وهناك كارل مجاني تكون في نادي ليفيربول إنجليزي مع ستيفان جيرار وصعد معه حتى في أكابر تبع غير النادي حتى يضمن مكانه لللاعب وبالتالي فكورة القادم لا يجب النظر إليها على أنها لعبة وعلى أنها احتفالات وعلى أنها تغطية لبعض الفشل السياسي بقدر ما هي مجالي تكوين نورد البشري وحتى جلب مثلا منتخب الوطني عند عودته بالكأس العربية جلب معه خمسة مليون دولار وبالتالي فهو أكبر من أن يكون فارق مختص في لعبة معينة وإنما هو مؤسسة اقتصادية واجتماعية وتقافية وتسوق صورة عن الجزائر وتشجئ حتى التنمية للأسف الشديد هنا في الجزائر ما زلنا ننظر لكورة القادم على أنها لعبة أو مجال للإلهاء بقدر ما هي مؤسسة يمكن أن نستطمر فيها في الكثير منها أنا وددت لو أن الكأس العربية تم نشرها في الشرق والغرب وهنا أطرح سؤال أستاذ لدينا الكثير من الكفاءات في عديد من القطاعات في الخارج ما العائق أمامها؟ العائق واضح أنه الفوارق الإجتماعية والفوارق المادية وكذلك الفوارق التنظيمية يعني هذه الفوارق الإنسان يبحث عن الظاهرة الحوارية ويطمح إلى أن يمارس الظاهرة الحوارية بكل تفاصيلها في أي مكان إن كان الموهبة متوفرة بكل عقل بشري الموهبة موجودة لكن على الشرط أن تتوفر لها ظروف أحيانا الظروف في ظل التحديات التي يواجهها الإنسان يعني في مجتمعاتنا الداخلية تقتل الموهبة بكل تأكيد لأنها تنشغل بمواجهة تحديات أخرى وتنشغل أو تسعى من أجل الحصول على بعض المتظلبات الضرورية في إطار الحياة اليومية هناك أيضا ظاهرة حقيقة نوعان منها في مجتمعاتنا بشكل عام وليس المجتمع الجزائري فقط هي ظاهرة الصراع الجهوي ظاهرة المحسوبية ظاهرة المحابات أحيانا نجد في مجتمعاتنا للأسف أنه فشل الإنسان ليس بسبب فقدانه لإمكانياته وقدراته فشل لأنه لا يمتلك علاقات مثلا شبكة العلاقات مثلا فشل الإنسان سبب أنه متمكن ويتمتع بكفاءات عالية جدا هذه الكفاءات تكشف تفاهة وسخف الكفاءات الأشخاص الآخرين والآن كسؤال آخر قبل أن نختم هذه المحور كيف يمكن تعميم هذه التجربة؟ يعني السؤال مطرح لك إلى الضيفين كيف يمكن تعميم هذه التجربة التي نجحت في كرة القدم عبر جلب كفاءات في أقل من ثلاثين ثانية أستاذ ثم ننتقل له أستاذ حاكم ليست في مجال كرة القدم فقط يفترض أن يكون هناك التواصل مفتوح مع أفراد الجالية الجزائرية في كل مكان في العالم وتسخيص مكانتهم ومواهبهم وإمكانية الاستفادة منهم حتى في إطار برنامج سنوي يكون بمثابة ملتقى لأبناء الجالية في إطار وضعي ممتاز أستاذ حاكم بغراء كذلك هو قضية قيم وتنشئة المورد البشري العربي بصفة عندما يذهب إلى أوروبا أو إلى ولايات المتحدة يجد معايير للتنشئة الاجتماعية يجد يعني قيم كيف يمكن تعميم تجربة في الجزائر في قطاعات أخرى؟ هو دائما نقول بأن الإصلاح الديمقراطي وتعميم القيم وتنشئة الاجتماعية على أسس ومعايير صحيحة هي التي تؤدي يعني بلغة أكاديمية نستطيع القول أن الأستاذ كنت أن يذهب نحو مقاربة مؤسستية والأستاذ حاكم بغراء ذهب نحو مقاربة بنائية أكيد حتى نختم لماذا المورد البشري العربي هو مشبع بتقافة وقيم عربية وإسلامية ويدهب إلى الغرب ينقص تفعيلها فقط ويتبنى قيم أخرى ما يجعل من إمكانيته مضاعفة كثيرا بالمقارنة احتمع المورد الأجنبي الممتاز إذن أشكرك أستاذ حاكم بغراء إذن أعزائنا المشاهدين أنهينا هذا الجزء الأول أضرب لكم موعدا بعد الفاصل شكرا نحن في حي بغباس الشعبي في باريس هذا المقهى ملتقا للجزائريين أو الفرنسيين من أصول جزائرية نحن في حي بغباس الشعبي في باريس هذا المقهى ملتقا للجزائريين أو الفرنسيين من أصول جزائرية السلام عليكم أعزائنا المشاهدين مجددا في حساتكم الأسبوع المغاربي نتناول في هذا الجزء الثاني من الحصة موضوعا هم جدا يتعلق بالأرشيف وعلاقته ببناء الذاكرة والهوية عند الجالية الوطنية في الخارج أجدد ترحيبي بضيفي الكريمين وأطرح السؤال هذه المرة لو بديت معك أستاذ حاكم لأن نبدأ مع الأستاذ الكناني يرفع الحجب عن بعض الأرشيف الجزائري قبل 15 سنة من مهلته القانونية ما قرأتك لذلك بصفة عامة؟ أدركت فرنسا إصرار الجزائر في الكشف عن أرشيفها ويعد أرشيفا وطنيا تمتلك ملفاته فرنسا وكذلك وضعته في خزائن مغلقة بالتأكيد هي تمتلك مفاتيح هذه الخزانات لكن حرص الجزائر على أن تمتلك أجزاء وفصول من ذاكرتها المخبأة في الأرشيف الفرنسي هذا الإصرار لم يخذ شكلا اجتماعيا أو شكلا دولوماسيا فقط بل تحول إلى أشبه من فصول معركة التحرير المتأخرة أو بقايا معركة التحرير عندما استطاع الشعب الجزائري أن يحرر الأرض ويطرد فرنسا من كامل الأراضي الجزائرية لكنه ما زال هذا الأرشيف واقع تحت السيطرة في الاستعمارية ولكل الأمم وكل الشعوب ولكن عندي السؤال هنا أستاذ عندي السؤال بما أتوجه به الأستاذ حكيم بغرارة لماذا بالضبط الأرشيف المتعلق بمجال الضبطية القضائية والدارك والشرطة أنا أعتقد بأن هذا النوع من الأرشيف لا يخدم الجزائر كثيرا طالما أن الأوضاع الاستعمارية كانت تحت حكم القضاء العسكري الفرنسي وهذه المحاضر التي ربما تنوي فرنسا رفع السر عنها قبل 15 سنة أنا أعتقد بأنها هي أكثر ورقة انتخابية لإيمانويل ماكرون لأن الأرشيف الفرنسي كما يعلم الجميع جزء لوزارة التقافة وهناك جزء تابع لوزارة الدفاع أو وزارة الجيوش وهناك جزء تابع لوزارة العدل الفرنسية وحتى الداخلية وبتالي فهذا النوع من الأرشيف أعتقد بأنه هو ورقة انتخابية وحتى ربما يعني مناورة من فرنسا لتخفيف التوتر والاحتقان مع الجزائر وإبداء حسن النواية لأن هذه القضية طرحتها وزيرة التقافة الفرنسية روزلين باشلون مؤخرا وقالت بأنها تمتلك صلاحية رفع السر وقالت بأنه بعد أيام ستجدون الجديد وها هو نزل الأمر في الجريدة الرسمية الفرنسية يوم الخميس الماضي وبالتالي أعتقد بأن هذا النوع من رفع السر عن الأرشيف الفرنسي المتعلق بفترة احتلالها للجزائر يمكن أن نأخذه من زاوية إيجابية وهو تجنيد الكفاءات الجزائرية في المهجر وتجنيدها للضغط أكثر على فرنسا واستقطاب الكثير من الأحرار الفرنسيين وخاصة أحزاب اليسار والكثير من الجمعيات التي تربطها علاقة طيبة مع الجزائر وخدمت الجزائر حتى في التورة التحريرية ضد وطنها الأصل فرنسا وبتالي فهذا الأمر بقدر ما هو مناورة ربما من فرنسا لكن علينا أن نأخذ الأمر إيجابيا وأن نعزز وأن نبحث عن طرق ومسالك أخرى للضغط على فرنسا حقيقة الأرشيف المتعلق بالخارجية والتعاون الفرنسية وبالدفاع هي أهم الملفات التي تبحث عنها الجزائر وحتى وزيرة التقافة الفرنسية عندما طرحوا عنها صحافة الفرنسية وقالوا لها بأن الأمر يمكن أن يضر فرنسا وقالوا لها بأنه يمكن رصد حالة تعذيب قام بها الجيش الفرنسي قالت لهم أين هو المشكلة إذا كان الجيش الفرنسي في الفترة الاستعمارية ارتكب جرائم وإبادات يجب أن نصارح الرأي العام بالحقيقة لأن بناء التاريخ وكتابة التاريخ على زيف وعلى بهتان وعلى كاذب لن يخدم البشرية وطرحت حتى إشكالية إزدواجية فرنسا في تعاملها مع أرشيف الحرب العالمية الثانية الذي رفعت عنه السر وهو متاح أمام المؤرخين والباحثين وقالت لماذا لا نسقط الأمر على الجزائر وحقيقة هذه خطوة ضعيفة من الجانب الفرنسي لكن علينا أن نوم نفسنا نحن الجزائريين الذين نمنقهم مع دعوات عبر وسائل الإعلام والتنديل عبر وسائل الإعلام ليست لنا خطوات عملية والضوائر الرسمية الموقف الرسمي في الجزائر ما زال ينادي بضرورة كتاب التاريخ الجزائر المطالع على فرنسا المعظم المؤرخين الفرنسيين متخصصين في تاريخ الجزائر وبنجامين ستورا هذا المؤرخ المعروف بتخصصه في تاريخ الجزائر عينه إيمانويل ماكرون كمستشار له يعني تشوف من جهتك أنه هناك توظيف سياسي لهذه المسألة من طرف فرنسيين هو حقيقة في العلاقات الدولية بعيدا العاطفة والشعبوية فرنسا تستغل ملف الداكرة وملف الأرشيف لتحقيق مصالحها مع الجزائر مثلا هذه المرة عندما زاد التوتر مع الجزائر تحاول أن تخفف التوتر معه مثل هكذا خطوات وإن كانت تبدو هيينة وضعيفة من طرف الجزائري إلا أنه عند الفرنسيين يوظفون هذا الملف كل عشر سنوات كل عشر سنوات سواء لتحقيق مصالح سواء لاستمالة الجزائر سواء لتخفيف الضغط والاحتقان مع الجزائر سواء للاعب أوراق انتخابية لمترشحين معينين وهذا على المستوى الفرنسي أمر متاح ومباح كثيرا وفيه تنافس فرنسي فرنسي عن كيفية استغلال أمثل لهذه الذاكرة والأرشيف لتحقيق مصالح فرنسي هو فرنسيا لكنه لم يطرح جزائريا لحد اللحظة هذه الجزائر لم تقل كلمتها أو لم تعلق على مثل هذا الإجراء وحقيقة هذا الإجراء يجعلني أتساءل بحذر هل فتح الملف القضائي أو الملف الشرطوي الذي يتعلق بالأمن الداخلي وبسلوكيات المواطن هل هو ملف ذا أهمية؟ بالضبط هذا هو السؤال المطبع هل سيودين فرنسا؟ لا أعتقد أنه سيودين فرنسا لأنه سيكشف عن قضايا داخلية مارسها المواطن الجزائري نفسه بمعنى أن فرنسا لن تدين نفسها بالكشف عن هذا الأرشي بل ربما ستلجأ بطريقة خبيثة إلى عدانة المواطن الجزائري من خلال كشف مجموعة القضايا التي ارتكبت في إطار اجتماعي وفي أماكن مختلفة ولذا أنه يبقى أنه الموضوع هذا لم يحسم إلا عندما تقول الجزائر كلمتها وما تبحث عنه الجزائر ملفات أخطر وأهم على سبيل المثال لماذا لا تكشف عن ملف التبجيرات رقان التجارب النووية وإجرام المنظمة السرية الفرنسية طبعا المنظمة السرية وهذه بالضبط تدخل في إطار الملفات الاستخبارية السرية بنفس الوقت الخطط العسكرية التي استخدمتها فرنسا في مقاومة المجاهدين في جبهة تحرير الوطني وحتى العملاء الحركة قضية الشيء الثاني حتى ما يخص استثمار الثروات الجزائرية استنزاف الثروات الجزائرية فرنسا لم تجابها المقاومة التحريرية الجزائرية لم تجابها بإمكانياتها وبأموالها بأموال وبإمكانيات وبقدرات جزائرية هناك ملفات أكثر خطورة هذا ملف لا يشكل أهمية وأخاف أن أنا متخوف من أن يستغل هذا الملف ضد الجزائر أو ضد شعب الجزائرية أو حتى ضد جالية الجزائرية نفسها نمتاز أن يقدمنا هذه القراءة أهمة جدا يقول لك أنه إذا جبنا هذا الأرشيف المتعلق بالأحوال المدنية بصفة عامة وبالقضايا التي كانت عند الشرطة وعند الدارك الفرنسي ربما حينما يفتح هذا الأرشيف سنلقوا هذه القضايا تافيها جدا لا تصل إلى مستوى يساعد الجزائر على إدانة دولة أخرى حتى ربما تستغل إدانة الجارية الجزائرية نعم يعني مثلا جزائري اقتل جارو الجزائريين كانوا تحت وضعية استعمارية والقضاء كان قضاء عسكري وبتالي الجزائريين لن يدينهم الأمر في شيء لأن كلمة مستعمر تكفي وحدها لتبرير ربما الكثير من السلوكات التي تحاول فرنسا ربما استغلالها في كانت هي التي فرضت ضرف معين وتريد تسويقها في أنا من باب الفكرة العامة هم فرنسا مهما كانت خطوتها سلبية وتستهدف الجزائر لأن المرض الأكبر في الجزائر هو بعض العقليات التي تؤمن بأن يمكن أن يأتي يوما فرنسا تصبح صديقة للجزائر هؤلاء الفئة هم التي فيها أكبر مشكلة لكن أنا أتحدث بأن فرنسا تقوم بفعل ودائما تنتظر رد الفعل من الجزائر أنا أقول من هذا الباب ضرورة استغلال هذه الخطوات للقيام بأفعال من الجزائر إلى اليوم السلطات الرسمية تدعو المؤرخين الجزائرين إلى كتابة تاريخ الطورة إلى جمع الشهادات نحن نفتقد لكتابات تاريخية علمية عن تاريخ الجزائر بقدر ما تملكه فرنسا ولو كان طرحها أو الزوايا التي تتناول منها تاريخ الجزائر يخدم صالحها لكن نحن لدينا ضعف كبير في تجنيد الكفاءات الجزائرية وحد المؤرخين الفرنسيين هناك الكثير في هذه النقطة بالذات قضية تجنيد الكفاءات الجزائرية لاحظنا أن هناك العديد من الناشطين الجزائريين في فرنسا ناضلوا من أجل الأرشيف الجزائري ألا يمكن اعتبار هذا أو هذه النخب كخط استراتيجي متقدم للديبلوماسية الجزائرية هو حقيقة دائما نتحدث عن ضرورة استغلال المورد البشري بغض النظر عن الجغرافية التي يوجد فيها فتاريخ الجزائر منتشر عبر القرات الخمس تاريخ الجزائر نضال الجزائري حاملي الحقائب من الجنسيات الأجنبية خدموا الطورة هناك الكثير من الأحرار الفرنسيين خدموا الطورة الجزائرية كثيرا وبالتالي عندما تنظر إلى مجهود المؤرخين الجزائريين هو مجهود ضاعف جدا وإن كانت هناك بعض الكتابات وبعض الانتاجات التاريخية مهمة جدا لكنها تم التعتيم عليها إعلاميا ولم يسوق لها بطريقة التي تم التسويق لها إذا كانت الوثيقة مغيبة على ماذا يعتمد المؤرخ الجزائري إذا كانت الوثيقة غائبة غير متوفرة كيف سيكتب التاريخ من جديد أو كيف سيكتب التاريخ من جديد تمام لكن في ضل عدم كتابة تاريخ والاشتهاد في كتابة تاريخ الجزائر انتشر تخوين كل شيء وتسويد تاريخ الجزائر الذي أصبحنا نخاف منه من أن يصبح عامل تفريقة أكثر منه عامل جمع أتمنى أن أطرح سؤال يكمل الأسئلة المطروحة ويكمل كذلك طروحات حضرتك وخاصة أنه الإشارة إلى وجود مناضلين جزائريين داخل فرنسا من أجل تحضير الأرشيف الوطني الجزائري ألم يكون هناك كوادر جزائرية تعمل في فرنسا وتعمل حتى في المؤسسات البحثية ومؤسسة ومراكز الدراسات ألم يكون هناك كادر جزائري يعمل حتى في المكتبة الوطنية الفرنسية ألم يكون هناك جزائرين يعملون حتى في متحف اللوفر وفي المتاحف الأخرى كيف نستطيع أن نمج جسور العلاقة مع هذه الكوادر يعني مثلا أتذكر موضوع الفنان الرحل محمد راسن فنان المنمات كان يستعام به في ترميم الوثائق التاريخية الفرنسية الوثائق التاريخية في المكتبة الوطنية الفرنسية بمعنى أن هذا الرجل كان يطلع على أخطر الوثائق لأنه كان يقوم بعملية ترميمها لذا أنه المطلوب حاليا وبجد يعني المطلوب حاليا هو المصالحة الحقيقية المصالحة الحقيقية المبنية على قاعدة المؤسساتية مع أبناء الجالية الجزائرية في الخارج بشكل عام وفي فرنسا بشكل خاص نكون هناك علاقة معنوية حق هذا هناك علاقة معنوية مع الجائل الجزائرية ولكن نعود للمقارب المؤسساتية العلاقة هذه لم تتحول إلى علاقة مؤسساتية يعني لا وجود كنت أتمنى أن هذا السؤال يتوجه إلى الإدارة المختصة بالجالية الوطنية في الخارج يعني في وزارة الخارجية أنه ما هي برامجها يعني هل فعلا هناك برامج عملية هناك برامج موضوعية للتواصل الحقيقي والفاعل مع الجالية الجزائرية أم هناك مجرد هناك نوع من التواصل الإداري يعني مسألة تتعلق بالأحوال المدنية تتعلق بشهادة وفاة أو بشهادة مقاربة بيروقراطية أو بشهادة ميلاد كذا يعني هل هناك فعلا هل هناك يعني المؤسسات حقيقية في مناطق الليف يعني في دول المهجر تجتمع فيها ويلتعن فيها أبناء الجالية هل هناك أحصائيات حقيقية فعلا لعدد العلماء ولعدد المفكرين وهذا في حداته أستاذ كناني يعني موضوع واسع جدا يعني هناك ما هو أخطر يا أستاذ نبيل ما هو أخطر أنه هناك جيل جديد ولد في المهجر لا يعرف الجزائر مطلقا ويفترض هنا يعني ليش أنا أدعي إلى ملتقى سنوي يعني ملتقى سنوي لا الفكرة جيدة ولكن سأطرحها بعد قليل هذه الفكرة بالذات من فضلك يحتافظ بها الأستاذ كناني ولكن أعود فقط إلى قضية الأرشيف مثلا أستاذ حاكيم بغلالة الأرشيف فلنفطر أنه تم رفع الحجب وطابعة سرية عن الكثير من الوثائق الأرشيفية وفي الكثير من المحطات ما دور الأرشيف في حد ذاته في بناء هوية وذاكرة الجالية الوطنية في الخارج لا أتكلم عن الجزائرين هنا في الداخل ولكن في الخارج لأنه تلقيك لبعض المعلومات التاريخية وأنت خارج الوطن وبالأخص عند الدولة المسؤولة عن استعمارك ليس كتلقيه وأنت داخل دولتك من حيث التأثير هنا يمكن العودة إلى ابن خلدون وكيفية يعني معالجة الوثائق التاريخية والمصادر والمعلومات التي نكتب من خلالها التاريخ من خلال المقارنة من خلال الطمحيص من خلال يعني تقسيم المادة التاريخية إلى مادية وغير مادية وإلى من نثق فيها وهي الأمور مثلا بعيدة عن الذاتية الإنسانية وبالتالي هناك الكثير من الطرق لدى المؤرخين لمعرفة الحقائق كما أن التاريخ لا يقرأ أو لا يستقرأ من جهة واحدة وبالتالي فهناك الكثير من الطرق العلمية التي تمكن المؤرخين من الوصول إلى الحقيقة أو الاقتراب من نقل الحقائق التاريخية نعم وهنا أطرح سؤال قد تحمل السنوات وهذا السؤال المشترك لكلا الأستاذين قد تحمل السنوات والعقود القادمة أفاقا جديدة فيما يخص الأرشيف ورفع الكثير من أسراره كيف سيكون لذلك تداعيات على الجيال الجديدة في فرنسا وغيرها أنا أعتقد بأن رفع سرية عن الأرشيف هناك لولا التصريحات والخبط السياسي الذي توغل في الإطار التاريخي لكن الأمور تتم بصورة أسرع وبطريقة أكثر مضرورة لأن هناك الاتفاقيات الدولية التي تعلو على الجزائر وتعلو كذلك على فرنسا وهذه الاتفاقيات أو التشريعات هي تحكم على وقائع ولكن تداعيات حتى أختم حصة ولتوجد تداعيات مثلا في فرنسا هناك قوانين حصنت كل الذين شاركوا في الحرب ضد الجزائر وجلهم توفيوا يعني وبالتالي لن يتضرر حتى مثلا محكمة الجينية الدولية البروتوكول الذي يحكمها في 1998 يعني يمنع العودة بآطة الرجع إلى الجرائم لكن كما قلت لك وباختصار فرنسا تستغل ملف الداكرة والأرشيف لقرون أخرى فهي كل مرة تسلمك جزء صغير حتى تستغله لقضاء مصالحها في الجزائر أو تخفيف من توطره أتوجب سؤال نفسه إلى الأستاذ الكناني وإن كانت هناك في تداعيات على كل الحركة كما نقول لنا بالدرجة بحار عليهم أستاذ صح أو لا 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 يعني حتى إن كانت هناك تداعيات فإذا كانت على مستوى الحركة والخوانات اللي شاركوا ضد استقلال الجزائر ولكن ما نفكر فيه نعم نفكر فيه والجل الثالث مثلا أو الرابع وغيرهما من الذين سيظهرون في فرنسا وغيرها أستاذ الكناني كذلك توجه بسؤال نفسه هل لهذا الأمر تداعيات على الأجهال الجديدة سواء من حيث ثقافية أو من حيث هويتها يعني كشف بعض الأمور المتعلقة بالأرشيف أي إخفاء لأي وثيقة من وثائق التاريخ له تأثير على تفاصيل الهوية وعلى مسألة الانتماء إلى هذه الهوية والتمسك في خصائصها لكن ما يدفع فرنسا إلى أخفاء هذا الأرشيف الآن لأن هذا الأرشيف ما زال فاعل له مؤثرات سياسية وله مؤثرات حتى قضائية وربما يشكل بمثابة انقلاب كبير على مستوى فرنسا وعلى مستوى الجزائر في ذات الوقت ربما إذا متى تتساهل فرنسا في الكشف عن هذا الأرشيف عندما تدرك فرنسا في يوم من الأيام أن هذا الأرشيف كشفه لن يكون فاحلا ولن تكون له مؤثرات بأي شكل من الأشكال لكن علينا أن لا ننتظر هذه الصدفة إذا أردنا فعلا بحق أن نستكمل بناء الهوية الهوية هي مستكملة البناء لكن هناك وثائق نحن بحاجة لها الذاكرة قائمة حقيقة ولا تكتمل الذاكرة الجزائرية باستحادة الأرشيف هذه نقطة يجب أن ننتبه لها لكنه لكل ذاكرة وثائق نحن نبحث عن الوثائق الذاكرة قائمة ونعيشها بكل تفاصيلها ومتمسكين بهويتها وبمضامينها لكن ما ينقصنا هو الوثيقة فحتى يدرك المواطن الجزائري أننا لا نبحث عن الذاكرة لأن ذاكرتنا ليست مفقودة نمتلك ذاكرتنا لأنه الذاكرة في قيمها المعنوية في قيمها الإنسانية حتى في وقائح نمتلكها لكننا فقط نتقر إلى الوثيقة الوثيقة التي تستعمرها فرنسا لحد هذه اللحظة وهنا بضبط تكون هناك معركة تحرورية لتحرير الوثائق التحرير الوثائق التاريخية شكرا أستاذنا بارك الله فيك إذن أعزائنا المشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحصة من حصتكم مع الجالية أشكر وأجدد كذلك شكرا لأستاذين الأستاذ جعفر الكناني شكرا لك على قابل دعوة والأستاذ حاكيم بولا شكرا لك على قابل دعوة بحيث أننا نختتم بهذه الحصة هذه السنة كان معكم نبي الكحلوش أمسيا طيبة نحن في حي بغباس شعبي في باريس هذا المقهى ملتقن للجزائريين أو الفرنسيين من أصول جزائرية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة